من ناحية أخرى وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن مواد غذائية وغير غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية فقد تم ضبط قرابة 7 أطن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 611 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص للوزن و191 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 42 طن أقمح محلية